السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا طلب التالت عدادي بقدم لكم إراية هادية وواضحة ليونت 12 يونت 12 في اللغة الإنجليزية عنوانها Transport Workers يعني عمال النقل Transport Workers Transport يعني النقل والمواصلات Workers يعني العمال والناس اللي شغالة في المجال ده نص الاستماع بتاع الدرس الأول في يونت 12 عبارة عن إيميل بيكتبوا واحد اسمه رجب لصحبه حسن بيقوله دير حسن عزيزي حسن I am writing this email after my first day at work أنا بكتب الإيميل ده بعد يومي الأول في الwork في العمل I am working on a project أنا شغال على مشروع For a big new building لمبنى جديد كبير In the middle of Cairo In the middle of Cairo في وسط القاهرة The project is to build a station For part of the new metro line The project المشروع Is to build إن احنا نبني station محطة المحطة ده عشن خطر إيه؟ أو عبارة عن إيه؟ For part Of the new metro line لجزء من خط المترو الجديد يبقى المشروع عبارة عن إن احنا بنبني محطة في جزء من خط المترو الجديد The project is to build a station For part of the new metro line Line يعني خط When I arrived at the building site لما أنا أعرفت وصلت At the building site لموقع البناء Building site أنا موقع البناء The manager المدير Ordered me أمرني وطلب مني To wear a helmet And boots طلب مني أو أمرني أني أرتدي Helmet Helmet خوزة And boots والحزاء الطويل ده He warned me هو حذرني كل ده إسلوب غير مباشر في الأمر وكده To look out for things Falling To look out for things falling Look out يعني أخذ بادي أحترس أنتبه من الإيه؟ أحترس for things falling الأشياء المتساقطة بس بالذات إمتى بقى؟ آه قال لك special خصوصا If I am under the ground Special خصوصا If I am under the ground لو أنا تحت الأرض Special كلمة مهمة معناها خصوصا وخاصة وبالذات يعني أنا أخذ بالي دايما بس بالذات وأنا موجود تحت الأرض في الأنفاء وفي حفر الأنفاء He asked me to tell him about my work experience طلب مني to tell him about my work experience إن أحكي له عن خبرات شغلي السابقة My work experience experience عن خبرة فأنا أقول told him أنا told him أنا أقول tell him that it was my first job إن دي كانت أول وظيفة ليا ما عنديش خبرة قبل كده Then ثم He said that I should work with a group of men who are building a wall around the new station هو قال إن أنا الشهد يجب أشتغل with a group with a group مع مجموعة of men من الرجال who are building اللي بيبنو a wall wall يعني صور أو حيطة around the new station حوالين المحطة الجديدة وعايز أقول لك يا حسن إن manual work like this is very tiring العمل اليدوي اللي زي كده is very tiring متعب جدا but I enjoyed being part of a team بس أنا مستمتع بكوني part of a team جزء من فريق The manager المدير told me أخبرني that أن the new metro would open in 2022 22 إن المترو الجديد ده هيفتح في 2022 The station I am working on is one of 15 new stations on the line والمحطة اللي أنا شغال عليها دي اللي أنا شغال في إنشائها يعني دي واحدة من 15 محطة جديدة on the line على الخط عارفين station يعني محطة وعارفين line يعني خط هقرها بسرعة تاني manual work like this is very tiring but I enjoyed one and half million يعني واحد ونص مليون more passengers ركاب أكتر on the line على الخط ده I am proud أنا فخور to help with such an exciting project أنا فخور إن أساعد with such an exciting project مع مثل هذا المشروع الشيق دلوقتي هقرلكو النص كله بسرعة مرة واحدة عشان نفتكر اللي إحنا قرناه انتبه معي هنخلص في نص دي اياه دير حسن أساعدني لكي أخبره عن عشاني عشاني أخبره أنه كان أول عشاني ثم قال أن يجب أن عمل مع قراءة عشاني 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 مثل هذا يجب أن عشاني لكن لقد أحبت أن ممتع من عشاني المنزل قال لي أن المترو ستجد في 2022 عشاني الذي أعمل يكون واحدة من 15 عشاني في عشاني عندما يكون عشاني سيكون 1.5 مليون عشاني في عشاني عشاني أعجب أن تساعد مع مجرد مجرد رقب ومن كتاب جيم أقدم لكم تمرنا exercises على الدرس الأول والثاني في يوم 12 1.1 ميكانيك يفعل الكثير عشاني 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 العمل اليدوي الميكانيكي يفعل الكثير من العمل اليدوي 2.2 أعطي أعطي عشاني 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 فاكتوري اللي بيدي instructions لتعليمات للعمال يبقى هو ايه في المصنع دورمان مانيجر ميكانيك كابتن طبعا مانيجر هو المدير اللي في المصنع اللي هنختار بي رقم ثلاثة engineers المهندسين where يرتدوا نقط to protect their heads in work sites المهندسين بيتبسوا ايه عشان protect يحموا رؤوسهم in work sites في مواقع العمل بيتبسوا gloves helmets jackets shoes طبعا helmets رقم بي برضو helmets خوز أربعة زي مانيجر المدير نقط me not to be late again for work المدير عمل ايه معايا عشان ما كنتش متأخر تاني على العمل invited me دعاني warned me حذرني said me ما تنفعش طبعا said me spoke me برضو ما تنفعش طبعا هي warned me warned me حذرني اني ما كنتش متأخر مرة اخرى على الشغل يعني انا متأخرش تاني كده ما ينفعش رقم خمسة Egypt must can be not hot in august مصر ممكن تبقى نقط hot in august special hot specialist hot specially hot specialized طبعا هي specially hot specially hot يعني سخنة بالزيت قوي مصر بحر بالزيت في يوليا وأغسطس في أغسطس specially خصوصا خصوصا بالزيت في أغسطس ستة my brother أخويا is an engineer مهندس he works not a big project يعني يشتغل في مشروع اسمه work on a project فنختار رقم D اللي هي on وفي خمسة اللي فوق اختارنا C رقم سبعة the architect the architect يعني المهندس المعماري went to the building to see how work is going المهندس المعماري راح فين عشان يشوف كيف الشغل بيتم وشغال طبعا راح لـ building site لموقع البناء رقم 8 I met the manager and he asking me about my work نقط أنا قبلت المدير وهو سألني عن my work هنختار my work experience رقم A experience يعني خبرة شغلي اللي قبل كده نروح لكم تسعة I wanted to be a scientist when I not school أنا عايزة أعالم when I start school have school leave school go to school طبعا أنا عايزة أعالم when I leave school أو leave university لما خلص المدرسة أو أخلص الجامعة leave يغادر ويخلص عشرة I told my little sister أخبرت أخت الصغيرة to note things falling from the building يعني طلبت وأخبرت أخت الصغيرة وقلت لها أنها تخلي بالها من الحاجات اللي بتقع من البلد من المبنى فاكرين كان اسمها إيه في النص look out for look out for thing is falling إن أخد بالي من look out for اللي هي رقم A هنخضر رقم A معناها أخد بالي من الأشياء اللي بتقع من المبنى 11 Egypt is planning to build a new metro to cover the country مصر بتخطط أنها تبني a new metro to cover the country عشان تغطي الدولة طبعاً عبارة دي مش مش سليمة يعني إحنا ما بنعملش المترو عشان نغطي به الدولة المترو ده يدوبك بنعمله في محافظة واحدة اللي هي محافظة القاهرة أو القاهرة الكبرى لكن ما ينفعش نغطي country دولة كلها بمحطات مترو أو بخطوط مترو طبعاً to build a new metro هنختار new metro lines خطوط مترو جديدة to cover the country مع أن العبارة مش دقيقة في معناها 12 والأخيرة My uncle is a successful businessman عمي is a successful businessman رجل أعمال successful ناجح يعني بيكسب حلو and he travels to many countries وبيسافر لدول كتيرة so he has a lot of هو عند قلته فيه a lot of experience عنده كتير من experience من الخبرة هنختار number literally اللي هي أول واحدة في رقم 12 إلى اللقاء طلب التالت عدد أتمنىكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا بسرعة كده الدرس الأول والتاني في يونت 12 إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر